السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سننهي الشابط الثاني اللي هو رجيد بوديوس إكيفالنت سيستم أو فورس في المحاضرة هذه حنشوف يعني الفورس كوبل سيستم يعني حنشوف كيف نغير مكان السيستم اللي يتكون من قوة ومن كوبل طيب يعني لو ناخذ مثلا في صورة هذه عنا القوة اللي هي فورس آر وعن الكوبل اللي هو في النقطة يعني السيستم هذا اللي يتكون من كوبل ومن فورس لما شايفين من فورس ومن كوبل في النقطة يعني يمكن هذا انغيره في نقطة ثانية اللي هي النقطة أو داش لكن إيش حيتغير اللي يتغير أنك حتغير مكان الآر الآر حتحطها في نفس النقطة أو داشة لكن القيمة والخاصيات المتعة القوة هذي حتبقى هي نفسها لكن اللي حيتغير حيتغير اللي هو العزم يعني العزم حيتغير حنشوف كيف يتغير العزم هذا يعني الف لما نغيرها أو أو الريزلتة الفورس لما نغير هي موجودة في النقطة أو لما نغيرها للنقطة أو داش تبقى هي نفسها ما يتغير شيء لكن اللي حيتغير اللي هو العزم في النقطة داش العزم في النقطة أو داش يساوي العزم هذا اللي هو في النقطة أو حنضيف له S cross R إيش الأس هذه الأس هي اللي هي المسافة ما بين النقطة الأولى اللي هي الأو والنقطة الثانية اللي هي حنغير فيها مكان الكب يعني يصبح عنا M أو داش تساوي M أو هي نفسها لكن الأس هي نفسها أو أو داش يعني اللي هي الفكتور ما بين النقطة أو أو داش يعني النقطة اللي حنغير فيها للنقطة اللي كان فيها الكبل هذا cross R يعني هذا هو القانون طيب علشان نفهم أكثر القانون هذا حنشوف المثال الثالي مثلا شو عنا هنا عنا equivalent force couple system يعني عنا force والكبل اللي هو هذا في النقطة A عاوزين نغيره في النقطة B شو حيتغير زي ما قلنا أن نفس القوة F هذه حيتغير في النقطة B لكن ما يتغير فيها شيء يعني الأصل هو كان في النقطة A حنغيره النقطة B طيب يعني بالنسبة للقوة مش حنغير فيها شيء لكن إيش حنغير حنغير العزم العزم هو في النقطة الجديدة اللي هي النقطة B يعني العزم في النقطة B الممت يساوي الممت في النقطة A plus B شوفتم ما بين النقطة اللي أعايزينها للنقطة اللي احنا رايحينها يعني B A cross R اللي هي القوة resultant هذه طيب حنحوظ كم قيمة العزم في النقطة A العزم في النقطة A اللي هو هذا اللي هو 1880 نيوتن متر لكن ليش هذا ماينس لأنه مع عقار بالساعة لما يكون مع عقار بالساعة بيكون ماينس لو كان عكس عقار بالساعة بيكون بلاس لكن حسب المتجه هذا بيكون يعني ماينس لو كان في المثل المتجه متاعه كده حناخذ بلاس لكن في الحالة اللي عنا هنا حناخذ مينس عشان كده خدنا 1880 نيوتن من متر بلاس بي A كم المسافة ما بين البي والأي طبعا المسافة هذي بتكون معطأ اللي هي 4.8 متر طبعا الاتجاه متاحه إذا كان هذا محور X الاتجاه عكس يعني I ناقس I يعني الناقس 4.8 متر I طبعا cross R اللي بتجاه متاحها عكس يعني لو ناخذ هذا المحور Y بتكون عكس Y يعني بتكون مينس 600 نيوتن طيب لو نحسب هذي في هذي بنحصل 2880 نيوتن متر يعني الرسمة شو بتشبح القوة هذي زي ما كانت هنا اللي هي ناقس 600 نيوتن غيرنا لها مكانها أصبحت في النقطة B ولكن العزم في النقطة يعني A y B النقطة B شو أصبح في النقطة B هذي أصبح 1880 نيوتن اللي هو هذا plus 2880 نيوتن لكن هنا plus يعني بما أنه plus حيكون في المتجه عكس عقرب الساعة شايفين اللي هو هذا يعني لو نجمح هذي من اثنين ونحصل المحصل بيكون 1000 نيوتن متر يعني الصورة النهائية وبتصبح شفتوا الأصل كانت هذه غيرناها أصبحت هنا لكن إيش اللي تغير اللي تغير أن هالقوة حافظنا على نفسها نفس القيمة لكن الكوبل غير المتجه الاتجاه متاعه أصبح plus شايفين أصبح plus وال أصبح في المكان بيليه قيمته 1000 نيوتن يعني هذا مثال شفتوا كيف غيرنا من الحالة هذه إلى الحالة هذه طيب نشكركم على المتابعة إن شاء الله بالشابتر الثالث السلام عليكم